اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة اكسترا نيوز لمتابعة اهم واخر المستجدات على الساحة ونبدأها من الشأن المحلية وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ايمن عشور الشكر للشركة المتحدة على دعم الانشطة الطلابية بكل الجامعات المصرية وخلال مؤتمر صحفي على هامش فعليات مهرجان العالمين الجديدة بحضور عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اوضح وزير التعليم العالي انه تم الاتفاق مع الشركة المتحدة على اقامة اسبوع لكرال الجامعات اسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر للشركة المتحدة ورئيس مجلس الادارة وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الانشطة الطلابية من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفاقدناها النهاردة اللي موجود النهاردة الحقيقة بيعكس دور الجامعة والانشطة الطلابية المختلفة علشان يبقى فيه خريق وطالب وانسان متكامل احنا نبغي لعملية التعليمية ليست فقط ان هو يتلقى التعليم او ياخد شهادة انما احنا بننمي قدراته مهاراته وبنرعى الامكانيات بتاعة الطالب علشان يقدر فعلا يبقى انسان متكامل زي ما احنا شايفين الانشطة اللي موجودة في كل جامعاتنا سواء رياضية فنية ثقافية ابداعية ولو الوقت كان يتسع كنتوا هتشوفوا قد ايه حجم الجمال اللي موجود فيه جامعاتنا كلها الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمري به ان فيه كرال في الجامعات ومجموعات اصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة فاحنا اتفقنا انه هيبقى فيه اسبوع لكرال الجامعات وانا بشكر الحقيقة لشركة المتحدة على دعم الاسبوع ده هيبقى فيه تنافس طول الاسبوع وفي نهاية الاسبوع في المسرح الروماني حنشوف المبدعين من شبابنا فيه احتفالية وفيه ختام لهذا الاسبوع حنشوف القدرات الفنية الابداعية لكل شبابنا هذا وقال وزير التعليم العالي ان مهرجان العالمين الجديدة مستمر حتى نهاية اغسطس وفيه كل اسبوع ستكون هناك مجموعة من شباب جامعات مختلفة من الجامعات الحكومية الاهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وافرع الجامعات الاجنبية وذلك لاكتشاف المواهب احنا على مدى المهرجان لغاية اخر اغسطس كل اسبوع هيبقى فيه مجموعة من شباب جامعات مختلفة بمعنى الجامعات الحكومية الاهلية الخاصة التكنولوجية والمعاهد العليا وافرع الجامعات الاجنبية احنا حرصين على ان كل شبابنا في كل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية نكتشف مواهبهم نكتشف ابداعاتهم علشان فعلا يقدروا يعبروا عنها ويشوفوا كمان الجمال اللي احنا شايفينه في مدينة العالمين كما اكد وزير التعليم العالي ان الرئيس السيسي وجه بمضاعفة قيمة الجوائز الممنوحة لشباب المبتكرين احنا مع الشركة المتحدة ازاي بتدعم وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات المصرية الحقيقة اول مسابقة من نوحها بتسميانها جنزي اللي هو جيل زل وان ازاي ان الشباب ده من خلال نكتشف المبتكرين والمبدعين في جامعاتنا علشان نقدر نحول ابتكاراتهم الى صنعها الرد بقى بتاع السؤال بتاع حضرتك مرتبط ببداية مثل هذه المسابقات احنا على مدى 15 حلقة بنكتشف اكتر من 350 مشروع يتقدم من كل جامعات مصر وتاني انا بقول كل جامعات مصر بنقدم افكار من الشباب علشان نحاول اننا نكتشف المبتكر والمبدع جوه الجامعة وفي نفس الوقت بيبقى لجنة التحكيم من الصناعة اللي هو بياخد هذه الفكرة وبيحولها الى منتج الحقيقة احنا بندعم بداية تحويل الفكرة الى منتج اقتصادي وده كله الحقيقة من خلال التكامل بين الصناعة وما بين الاكاديميا واحنا في هذا المشروع هو مبادرة رئاسية احنا سيادة الرئيس الحقيقة وجه لما تكلمنا على هذا المشروع في الاحتفالية اللي كانت يوم التفوق في قناة السويس انه هو الحقيقة ضاعف الميزانية اللي كنا عاملينها علشان نقدر نغطي تحول الابتكار الى منتج حقيقي من خلال الطلاب المنتجرين اللي موجود في جامعاتنا قال عمرو الفيل الرئيس التنفيدي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان هناك اهتماما كبيرا بطلاب الجامعات مرحبا بالطلاب في مدينة العالمين الجديدة واضف خلال مؤتمر صحفي مع وزير التعليم العالي ايمن عشور على هامش فعليات مهرجان العالمين الجديدة ان الشباب هم جيل المستقبل برحب بكم في العالمين والحقيقة انا سعيد بوجودكم هنا بالسنة دي واحنا السنة دي هتمينا ان شباب الجامعات يبقى كلهم معنا وان شاء الله كل اسبوع هيبقى معنا شباب من الجامعات وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص شباب الجامعات انتوا جيل المستقبل انتوا هتحملوا الرايا بعد كده وفي منتهى الاهمية الحقيقة ان انتوا تتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين وانا بشكر معالي الوزير يمكن احنا تعاوننا مع الوزارة تعاون كبير مش بس في العالمين اننا بنعمل برنامج جنزي مع بعض وفي فكرة مسلسل كمان ان شاء الله بنطورها ونعملها مع بعض كما اكد عمرو الفقي انه يتم التجهيز لتعاون كبير مع وزارة التعليم العالي لإقامة عدد من الانشطة في مدينة العالمين الجديدة احنا السنة دي كنا مهتمين جدا انه يبقى طلابنا معنا هنا في العالمين واه احنا زي ما قلت برضو من شوية احنا فتحنا البيتش ده مخصوص للطلاب اه ان شاء الله هم معنا في كل حفلاتنا اه اه كمان اه قلنا انه الكرال بتاع الجامعات هنعمل ما بينه موسابع هنا وحناء وحيجي يعرض هنا والشباب بيدي انرجي المكان وان شاء الله الفعاليات كتيرة جدا اللي جاية مع الطلاب بإذن الله في فترة وعلى هامشي مهرجان العالمين الجديدة اجرت كاميرا اكسترا نيوز عددا من اللقاءات احنا هنا الوفد بتاع جامعة المينيا مشترك بتلت انشطة عندنا النشاط الرياضي فيه خماس كرة القدم وعندنا الطائرة الشاطئية وعندنا فنون تشكيلية مشتركين بتلت ايفنتات طبعا هي حاجة جميلة للمحافظة العالمين الجديدة وبنحب نقول لكل الزوار وكل السادة السائحين ان هما يتفضلوا عندنا هنا عندنا اماكن جميلة عندنا اماكن سياحية حلوة جدا لازم يعني يجوا ويبص عليها احنا عندنا اكتر من نشاط اولا عندنا النشاط الفني الطلبة بيعرضوا لوحات زي لوحات زيت او اعمال يدوية وعندنا انشطة رياضية زي الفوليبول وكورت القدم ونهاردة المفروض ان احنا هنكرم الطلبة اللي فازوا بالانشاطة ان احنا نجيبهم هنا بيخليهم اولا يكتسبوا ثقام اللي هما بيعملوه وكمان يعرضوا فنهم واللي هما بيعملوه للعالم وكمان بيخليهم يتعرفوا على بعض يتعرفوا على ثقافات وعلى المناظر طبعي المختلفة وده بيساعدهم اكتر حتى يتواروا من نفسهم في جماعتهم ويعملوا شغل اكتر وكده احنا كلنا مبسطين بالمكان المكان مناسب في كل حاجة كان رياضي او فني او اجتماعي طبعا الملعب كواهز بتاع القدم من نوع البحر على طول كلنا مبسطين بالمكان في كل حاجة محتاجينها ومش محتاجين حاجة تاني احنا كلنا مبسطين هنا مدينة جميلة والله اجواء ممتازة وتنظيمة على اعلى مستوى احنا بناء بكرة وصلنا لنهاية بس محلفناش الحظ اللي احنا نكسب فاخر تسويني الحمد لله يعني خي انا عملت مكت جماعت من مجالين مجال التصميم التصميم الهندسي وعملت كاستو البرجين من ضمن ستابراج فاول العالمين بأشغال فنية جلد صنوعي وعليه تطريز وتفريغ تفقد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اللمسات النهائية لاعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة وذلك تمهيدا لبدء تسليمها للحاجزين ووجه وزير الاسكان مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بمتابعة العمل على مدار الاربعة وعشرين ساعة وسرعة انهاء اللمسات الأخيرة للتشطيب الأمارات السكنية التي سيتم تسليمها والالتزام بأعلى جودة في تمفيذ أعمال التشطيبات وسرعة انهاء أعمال تنصيق الموقع كما شدد وزير الاسكان على ضرورة أن يكون مشروع الحي اللاتيني في أبهى صورة واختيار أفضل الشركات للتشغيل والسيارة عقد المهندس كريم بادوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العالمين الجديدة مع مارتينا أوبيثري رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إني الإيطالية وتم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتياز في مصر فضلا عن زيادة عدد الحفرات العاملة كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لاستقبال الغاز المنتج من حقول شركة إني بشرق المتوسط بالإضافة إلى تصديره من خلال تسيلاتها القائمة في مصر وأشار وزير البترول إلى أن شركة تائني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات كما تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة موضحا أن الاتفاق يمثل دفعة ودفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قال إنه جار الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضاء وخلال عقده لقاء موسع مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الإجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة نقل عالية قال كامل الوزير إن وزارة النقل تنفذ سبع ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعية والزرعية والتعدينية والخدمية بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات أيضا تؤدي إلى خدمة حركة النقل وأضف أن وزارة النقل قامت بأعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الأثار السلبية البيئية أجرى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة الجيزة في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبدأ الوزير جولته المفاجئة بتفقد مستشفى أم المصريين العام موجهاً قطاع الطب العلاجية بسرعة إرسال لجنة للمستشفى لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات لحل مشكلة التزاحم والتكدس بين المواطنين فضلاً عن توفير أسرة رعاية مركزية وذلك لحين الانتهاء من تطوير المستشفى كما تفقد مستشفى بولاء الدكرور حيث تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد للمستشفى للوقوف على معدلات الإنجاز مشدداً على سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى وفقاً للجداول الزمنية المحددة للبدء في تجهيزه ودخوله الخدمة الطبية شهد وزير التعليم العالي أيمن عشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بلمثة بالمملكة المتحدة يهدف البرتوكول إلى إنشاء فرع للجامعة داخل حرم مؤسسة الدلتا التعليمية الدولية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين في مجالات التعليمية والبحثية والتعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة كما ينص البرتوكول على وجود تعاون بين الأطراف وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمية وتشجيع التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين وكذلك تشجيع التعاون في المشاريع الخاصة بالبحث العلمي ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة مشاهدين ننوه إلى هذا الخبر العاجل عقد الرئيس عبد الفتاح السيس اليوم اجتماعاً مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندسة كريم مابدوي وزير البترولي والثروة المعدنية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدداً من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة وعلى رأسها تنفيذ توجهات السيد الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة وفي هذا الصدد استعرض رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والبترول استعرض جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية بما أدى إلى القدرة على وقوف وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف مع العمل المكثف وفقا لخطط زمنية محددة من أجل إنهاء تلك المسألة بشكل جدري آخذا في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج بهدف خفض تكاليف الاستراد فضلا عن تأمين الإمدادات الخاصة بالبترول والغاز للسوق المحلية وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تمفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المصار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الإحفورية وأيضا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز التنصيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزرات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية مشددا بما أبدوه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة مشاهدين ما زالت التغطية مستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والتغطية ما زالت متواصلة على شاشة أكسترا نيوز ونتابع هذه المرة الانتخابات الأمريكية أهلا بحضراتكم من جديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنه متقدم في استطلاعات الرأي الحديثة بأكثر من عشر نقاط مشيرا إلى أن الحال كان مماثلا مع الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من الانتخابات واتهم ترامب نائبة الرئيس كاميلا هاريس والمتوقع خوضها للانتخابات عن الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن اتهم بأنها دمرت مدينة سان فرانسيسكو ألقت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس خطابا حماسيا لحملتها في مدينة ملوكي بولاية ويسكنسون المتأرجحة متعهدة بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب ووضع سجلها مقابل سجله والفوز بانتخابات نوفمبر معلنة اعادة بناء الطبقة المتوسطة كهدف رئيسي لولايتها ومعتبرة ان الخيار في الانتخابات المقبلة هو بين الحرية او الفوضى وقالت هاريس في اول توقف لحبلاتها الانتخابية في ملوكي ان الطريقة الى البيت الابيض يمر عبر ويسكنسون مسنية على ارث الرئيس جو بايدن الذي انسحب من الصباق واعلن تأييدها وللاقتراب اكثر من المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الامريكية ينضم الينا هاتفيا الدكتور ايمان ظهران استاذ العلاقات الدولية استاذ ايمان بداية كيف ترى السيناريوهات المتوقعة ما بعد انسحاب الرئيس جو بايدن استاذ ايمان ظهران عفوا كيف ترين المشهد الانتخابي والسيناريوهات المتوقعة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن مساء الخير في البداية للسياسة يمكن المشهد الانتخابي بشكل عام حاليا في 20-24 في الولايات المتحدة الامريكية يمكن مشهد معقد ومتشابك في العديد من الابعاد يفرضوا المشهد التفاعل في النظام الدولي ككل وإدراك الولايات المتحدة كذلك مدى تراجعها في اعادة تقييم النظام العالمي النقطة المهمة في الموضوع انه ليس فقط بعد انسحاب جو بايدن تقدم كامالا هارس للانتخابات الامريكية لكن كذلك ما يحتوي الخطابات سواء بالنسبة لدونالد ترامب أو بالنسبة لكامالا هارس خريطة المرشحين كذلك بالنظر إليهم كذلك الأجنداتهم أو ما يعنيناك في الشرق الأوسط الأجندة للسياسة الخارجية لكل المرشحين النقطة التانية أوضاع الداخلية التي تفرضها كذلك نتائج الحسن في الداخل الامريكي ندرك جيدا في الألاقات الدولية أن السياسة الخارجية لدولة ما بتنطوي على الكفاعلات الداخلية وبالنظر لماذا هشاش السياسة الخارجية الأمريكية في الأونة الأخيرة نستطيع أن نستشف مدى تعقيد الأوضاع الداخلية الأمريكية والتي تنعكس بشكل واضح ليس فقط على مصر الانتخابات الأمريكية لكن كذلك على معدلات التصويت الأمر ليس فقط مجرد تصويت على المستوى الوطني لكن هناك آلية أخرى تتعلق بالمجمع الانتخابي وإلدام المرشح لحصول على 270 صوت إنما يكون أكثر لمرور بهذا الأمر وبالتالي تكرة السيناريوهات المطروحة للآلية الانتخابات أو من يمكن له الفوض ببيت الأبيض ده لا يشوفه العديد من الضبابية هناك العديد من السيناريوهات المطروحة سواء بالنظر للخريطة النسب التصويت على سبيل المثال أو النقطة الثانية هناك أبيعاد لي الأزهان سيناريوهات 2016 إنه ممكن أن يحظى مرشح بالتصويت وطني نسب عالية بالتصويت الوطني وفقا لاستطلاعات الأراء لكن قد يورذن في المجمع الانتخابي أو العكس فحيح وبالتالي لازالت هناك رهانات من هنا وحتى يتم العملية التصويتية في نوفمبر القادم لازالت هناك تباديل وتوافيق لازالت الناخب الأمريكي كذلك وليس فقط المجمع الانتخابي يتلمس بخطة حاسيسة الأجندة الداخلية في المقام الأول لدى كلا المرشحين كذلك ما تصفر عنه الرؤى والسياسات ما تبنيها المرشح لتحركات الأمريكية على المستوى الخارجي خاصة وليس المتحدة الأمريكية لديها العديد من المشكلات في الداخل المشكلات الاقتصادية البطالة كذلك المشكلات النوعية ما يتعلق تغيير المناخ وما إلى ذلك كم من المشكلات ستكون حاكمة في نتائج التصويت وربما دكتورة إيمان زهران هذا ما دفع كاميلا هاريس إلى الحديث بأن أولوياتها في الفترة القادمة هو إعادة بناء الطبقة المتوسطة وأعطت خيار ما بين الفوضى أو الحرية كيف تصفينا أيضا هذا في أول التصريحات لكاميلا هاريس بالفعل تصريحات كاميلا هاريس بتخاطب المستوى الوطني أو المستوى الأول من النتائج التصويت هي بتخاطب الشعب الأمريكي بشكل واضح ويمكن كذلك على المستوى ترامب ترامب كذلك أوضح بشكل واضح أنه أجنداته الداخلية بتستهدف الاقتصاد تستهدف الضرائب تستهدف الملف الهجرة وهي أحد الملفات الشائكة في الداخل الأمريكي بشكل واضح كذلك أن الناخب الأمريكي يدرك أن عقليت ترامب هي عقلية براجماتية عقلية اقتصادية حاكمة أو ما يسميه في العلاقات الدولية الواقعية الهجومية بشكل واضح وبالتالي هناك منافسة واضحة ما بين كل المرشحين فيما يتعلق بالملف الداخلي حال يقول أي منهم لإدارة الملف الداخلي وثقا لتطلعات الناخب الأمريكي سنحضى بعد زالة النقطة التانية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ويتم النظر إليها ويمكن ده اللي بيفصر بشكل واضح الخطابات اللي بتتم خاصة في الولايات المتأرجحة يمكن لو نلاحظ المشهد العام أو الرسائل الدمنية والرسائل المباشرة لدى كل المرشحين في المجمعات الانتخابية تم الحديث بشكل واضح عن الملف الاقتصادي ملف الهجرة ملف عدد تهيئة الطبقة الوسط مرة أخرى ملف جمع من الملفات والملف الصحي كذلك كل منهم على خلفية سواء مخاطبة كل ولاية بحسب أولويتها بشكل واضح يمكن ده ظهر بشكل واضح في الولايات التي تمت فيها مجمعات انتخابية أو استهداف للناخبين كذلك بشكل واضح كذلك الولايات الرئيسي ممكن ده هنشهدوا كذلك الأيام المقبلة في الولايات المتأرجحة الولايات حاسمة الأصوات في الانتخابات بشكل أساسي كل هذا الأمر قد يعيد تشكيل الرؤية الانتخابية ممكن لذلك أنا بقول أنه لذال المشهد ضبابي فيما يتعلق بأي منهم سيتم حسم السباق الانتخابي خلال مرحلة المقبلة صحيح دكتورة إيمان زهران نتحدث عن انتخابات أمريكية ربما ليست بالعادية نتحدث عن مئة وخمسة أيام تفصلنا عن انتخابات نوفمبر الانتخابات الأمريكية وحتى الآن لم يقدم رسميا الحزب الديمقراطي مرشح ممثل عنه لخوض هذه الانتخابات هل هذا المشهد كان اعتياديا في الماضي وما دلالات هذا المشهد الذي ربما يكون مرتبك إلى حد ما سواء كان للحزب الديمقراطي داخليا أو حتى الحزب الجمهوري الذي لا يعلم ويمثله ترامب لا يعلم من هو الخصم الحقيقي له حتى هذه اللحظة إن كان ممثلتك تفضلت وقلت أن المشهد مرتبط في الحزب الديمقراطي بشكل كبير خاصة أن هناك أربع مرشحين لتولي الانتخابات بشكل واضح ليس فقط كمالا هاريس لكن هناك ميشيل أوباما حاكمة ماتشيجين وحاكم كليفوريا وما إلى ذلك هناك العديد من الأسماء مطروحة على خارطة الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي النقطة التانية ما يتعلق بأن هناك استقطاع سياسي واضح وانقسام في النخب السياسية حول الأولويات وحول الأهداف حول تلسيم السياسات الديمقراطية كذلك ليس فقط على المستوى المؤسسي لكن كذلك على مستوى التشابك والتدخل مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأت أن تظهر أثارها وتحركتها بشكل واضح فيما قبل كذلك الحرب الروسية الأوكرانية كذلك حينما شاهدنا التعاملات في الداخل الأمريكي على وجه الخصوص في العديد من الملفات وكيف تم إدارة بايدن خلال فتراته الرئاسية العديد من الملفات قد تظهر لديهم أصابع الدولة الديمقراطية وبالتالي أنا برجح فكرة أن هناك استقطاب سياسي واضح هناك انقصاب في النخط السياسية في الداخل الديمقراطي على نحو ما قد يعطل مسيرة الاختيار الحاسم لفكرة المرشح لكن على الرغم من هذا لا ننفي أن هناك تحركات جدة على مستوى الشارع الأمريكي هناك تحركات حسيسة من جانب الديمقراطيين للدفع بكامالا هاريس كمرشح محتمل الأمر لا يمفي تحرك الجمهوري لا يمفي أن هناك حالة استعداد من جانب الجمهوريين هناك خريطة مدروسة تمثلت في الدفع بالمرشح ترامب تمثلت في التحركات على المستوى الداخلي وعلى المستوى السياسي توظيف كذلك للآليات والأدوات يمكن شهدنا التوظيفات السياسية للجمهوريين لحاجس الإختيال بالنسبة دونالد ترامب وكيف تم توظيفه كنوع من حملة الانتخابية بشكل واضح وكذلك للضرب كذلك في الديمقراطيين وفكرة السياسات الأمنية وما إلى ذلك من شأن داخلي وعيد توظيفه على نحو ما يخدم الجمهوريين بشكل واضح في الحملة الانتخابية نعم دكتور عيمان سؤالي لك الأخير نتحدث عن تغيرات دولية وتغيرات جيو سياسية أصبحت مختلفة عن ما هو كان يعني اعتيادي في ذي قبل هل الملف الخاص بالسياسة الخارجية سيختلف لساكن البيت الأبيض أي مكان خلال الانتخابات المقبلة أو بعد تولي الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية زمام الأمور هل سوف يختلف المشهد فيما يخص أولوياتنا حتى نحن كعرب القضية الفلسطينية فيما يخص غيرها من الملفات إيران وغيرها من الملفات التي نعني نحن بها وتهم الشعب العربي في المقام الأول هل هذه الملفات سوف تتغير إدارتها يمكن السؤال ده كان من ممكن أن نحن نتحدث عن التغيير في أولويات السوافة الخارجية الأمريكية عام 21 حينما كان هناك حدث جلي بوجود ترامب في سدة لكن حاليا الحديث عن التغيير في السياسة الخارجية الأمريكية أو ما يتعلق بأولوياتنا نحن في الشرق الأوفى خاصة القضية الفلسطينية الملف النهو الإيراني حالة التسوية السلمية في الدول المأزومة السياسيا في الدول الشرق الأوفى كل هذا الأمر لا أتوقع أن يحدث هناك تغير واضح أو تغير ملموس في ظل أيضا والأخذ بالأتبار تصريحات دونالد ترامب التي قالها صراحة بأنه بمجرد مجيئه سوف ينهي الحرب الروسية الأوكرانية تلك تصريحات لاستهلاف المحلي بشكل واضح قد فقنوا أن الحرب استنظفت المقدرات الأمريكية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى المازي ووضعيس البيئات المتحدة الأمريكية في هارم النظام الدولي حدث حاليا فيما بعد الحرب أن هناك إعادة تشكيل لهيكل النظام الدولي أصبح هناك فواعل فاعلة بشكل واضح سواء روسيا الصين دول الجنوب بشكل واضح أصبح لها بصمتها القصة في النظام الدولي وبالتالي تلك شعارات السياسية لكن ما يتعلق بالممارسة الفعلية تحدث مرة أخرى عن تشكيل التفاعلات نستطيع أن أقول دكتور أيمان هي مجرد تصرحات انتخابية ليست إلا الهدف الرئيسي منها هو كذب مزيد من التعاطف فيما يخص المجمعات الانتخابية التي معروف هي التي تحسم دائما هذه الانتخابات بنشكر حضرتك الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية وإلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإغبارية أشكركم على طيب المتابعة كنت معكم أحمد مصير اشتركوا في القناة